الرياح قليل سال مين هي الحرية مين هي الحرية والعدلة قليل سال مين هي العدلة مين هو تعليمنا ومتعلمك قليصة مين هو تعلمنا والصحاق قليصة مين هي صحتنا والصحاق قليصة مين هي صحتنا ويا جيازنا تقنع هذا أقلتنا ويا جيازنا صباح الشبيع وداحياني ماليان صباح الشبيع وخطيانات فقط وقليصة وقليصة وعنده والعداء 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 يشادون في المرطة نحييه كذلك لكل شهداء ديال الشعب المغربي الحقيقية شهداء المقاومة المسلحة وجيش تحريب نقول المقاومة المسلحة وجيش تحريب كان أدروه على مولا المحن كان أدروه على عبد كريم الخطافي كان أدروه على محارو حموم الزياني كان أدروه على عباش بن شعدي كان أدروه على عبد كشيش هؤلاء المناظلين همان اللي تقدروا الاستعمار من المغربي بالمقاومة المسلحة زيالهم في الريف كان أدروه على عبد كثيره المقاومة المشلحة ويجيش تحرير كذلك موحهم السلامة كذلك هتوكشيش كذلك هتباس المساعدة هذو الناس اللي قدموا الحياة ديالهم الحياة ديالهم منعشلنا منعشلنا انهم يتطوروا الاستعمار منهم غريب لكن هناك استعمار غير مباشر المؤسسات ديال الدولة ديال المغرب ونهد المنطلق ونهد الوقفاء انه وقتفاء الوقفاء المسيح جاءت تنديد يأوانا بما بات يسمى بخدام ديال الدولة ونهد تسمعوا فاغلاوين الاخيرة انه مجموعة ديال الشخصية يلا بغينا نقوله شرعوا مجموعة ديال القواني ونهما رسيد من الاجهة النهود يسرقوا الاملاك ديال الدولة ونهدوا الاملاك ديال الدولة اللي هي عبارة عن عربي هذه الأراضي اللي تمنحة لأشخاص بين عربي لكواني ونهدونا شخصيات سامية الدولة اللي تبقوا في المصطلح جديد في المغرب هذا المصطلح ما كان يجرى بالعلم السياسي ولا احتفل غريفاتيال قانون الدستوري غيباس المغربة يعرفوا بأنه مغرفة وعيين ومثقفين كان قولها البرادة كاملة الآن ظهر في المغرب لأنه وديهم الأمور كان عكسوها إلا أنه وشبش ما هديش نكذبون ونحكسوها متجال آخر هذا بين فهم جديد قلتك ما كاينش في العلم ديال السياسة غادي نقلب ونفتشو في جميع المفاهيم والقاموش ديال العلم السياسة ما غاديش رلقاوش عجس متاخد دام طولة كاين حاجة وحدها كاين حاجة ودحتها كاين جهاز ديال الدولة وكاين سلطة الدولة أدوه مجوش ديال المفاهيم في التعريفات الدستورية ولا في العلم ديال السياسة اللي كاينه جهاز ديال الدولة المخابل تيالو كاين سلطة الدولة لكن هاتك خدام غادي قدوا المشترع ولا هاتن فروم ديال خدام ديال الدولة غادي نموقعوا في علم السياسة غادي نموقعوا ولا نحطان نديروا له بلاسة بعين السياسة نديروا له بلاسة في قريبة الدستورية مكاينش ولكن هذين فهم تبدعوا هنا بين آلاف الأقواص كما قلت دائما تغاو يشير عنه إنها بديانهم والسرخة ديانهم من الأعراضي ديال الدولة بس ما تكونش بحكم متابعة قانونية اتنى هبدا عراضي إذن هذين وقتها هذين جاءت تنديدها رمزية وكذلك يسيرونها ولطاركم ديال النغالات ليش تتلم تيراتيها جريو وكان فكر وباش ما ينساش كان حييو الشاكينة دياناتينا جريو لأنه غادي تبقى محفورة في الذاكرة غادي تبقى محفورة في الذاكرة المغربي أخو ديال الشعب المغربي الذاكرة ديال جوش مارس الساكينة ديال زايو واللي خرجت عن بكرة دياليها من أجل تمديد ولا الإطلاق ديال الصراح ديال المعتقرين ديال جوش مارس ليش هدتان مدينة ديال زايو ديال أحداث الدمية ليش هدتان مدينة يعني هذين جموعة ديال ديال النظارات ديال النظارات اللي هي جزء من النظارات ديال الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية كان السوش شعارته ما زال كان السوش شعارته مرفوعه الدولة استطفقها موز ديالها ما بات يارب الدستور الجديد ديال 2011 جابوا لنا دستور ديال 2011 قلنا بأنه في علان غدي يتم تطبيق العمل ديال الدستور هذا لكن في الواقع العمل ديال الدستور شنو أعطل المغاربة شنو جاب للمغاربة شنو هو الشديد للشعب المغربي المعيشة غديوية كتان المعيشة غديوية كتان الظلم الاضطهاب الكرامة ما كايناش وهنو مجرون من الظواب الاجتماعية اللي كاينة فاقبلتها بالمقابل ربما الخطاب قلع الشيء قبله المغاربة اسمعوا الخطاب ديال العرش هنو مرعيد العرش ذاك الخطاب ديال الملك شنو قال قال لكم خصفون تتضحو الفساد وتندوب الفساد لكن العليات القانونية اللي ممكن عنا غندفعوا بيها ولا هادين تتضحو كشعب المغربي كقوة اقتراحية في البلادات شنو يا قوة اقتراحية ديالشعب المغربي أننا نغيروا قانون واننا نغيروا شيء عجبان في البلادات من غير أنهم شموعتين الشعارة لكثبات البلادات الأقل والاكتر شخصيات في البلاد هكا نقولوا باش غاديموا تحصوهم زياد باسمية 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 كاين الأطراف سياسية في البلاد اللي باغي تخرش وتندد ما يسمى بخطام ديالدولة كاين أحزاب اللي زيانة أنها تخرش بغيون نخجوها كاملنا نبدو بادة ما يسمى أو مبادة عرب خطام دولة ولكن احنا ما شيء كان ختموش يطار السياسي بالعكس احنا قلنا هذي يطار كومات اللي أشكال نظالية وغاية تكون في المستقبل أكي لأنه الواقع اللي كعيشوا المغاربة كاملين وحنا كذلك كمغاربة مواطنين اللي عنا الكرماء والن في العيش الكريم وعنا في السكال واش الوالي ديال؟ الرباط وكالي شخصيات اللي قيادية بأحزاب سياسية بمغرب اللي الفارح كانت معاربة بقوة في الشارع وفي المؤسسات ديال الدولة لذا كتستابد من عربي وكتستابد من الجموعات ديال بايش ما بيكون خوزات ملشف خوزات بين عرب الأقواص هذي الناس هذو والشعب المغربي الواقع دياله المسألة المحطر محطر ما زلوا تشبك والشاب ما زل هذاك الفاقر هذي الحصيران ما تغيرك هذي 21 سنين دقيقة هي هي يعني ما تذبت عن نور غير واقعا وكان لاحظو ناس من المغربي كي يستبدو من الريح السياسي